بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان سلطانة عمان الشقيقة هنأوا فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده الشقيق وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجلالة سلطان هيثم بن طارق موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب سلطانة عمان التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تطور والنماء في مختلف المجالات